سائلة الأخرى من الأسكندرية تقول لنا لي يا زوج بنتي وبعدك أولا ما جالهم طبعا صلى وصوموا تمام وكله تمام هم عائلة ملتزمة كانوا لا يقبلوا لابنتهم إلا رجل ملتزم فهو دخل عليهم بهذا الالتزام كما هي تقول يعني ما سألوش ليه أو على حد قولها ما سألوش عنه ليه ما شعرف لو سألوا عنه الناس تقول لهم ده نصاب ده بيمثل مثلا هتقول لك بعد الجواز ضرب بقى وبخيل واشتيمة ولما خدوا بنتهم عشان اتضربها وشتمها رجعوا لقوا البيت فاضي على البلاط وخد كل حاجة من البيت حكم بقى اللي بيمثل إنه هو ملتزم ويدع الدين عشان يكسب قلوب الناس لا أولا عد الدروس تأخذ من هذا السؤال سؤال أول إن الناس لا تأخذ بالمظاهر ما احتراموا تقدير الأخت الكريمة المظاهر مش مجرد واحد وقت الصلاة السجالة فين حاجة الإبلي في أي اتجاه المعاملة ما ببانش في الحكاة دي طبعا ده شيء مهم الحفاظ على العبادات والشعائر لكن الأهم بلا شك وقضية المعاملة الدين المعاملة طيب الأمر الآخر السؤال يعني هل سألوا الناس جيرانه أهله وناسه وزملائه في العمل وأصحابه يقينا لو الناس سألت والتقاص كويس إنما أغلب الناس بتشوف المظهر فتكتفي ولأنه كان في الأول يعني اللي بمثل دور بقى الكريم والهدايا والعطايا والإكرام واللسان الحلو فيغني الناس عن السؤال لا هذا ليغني أبدا لابد أن يسأل الناس عن أي إنسان يتقدم لخطبة ابنتها لأن اللي جاي صعب الأمر الثالث اكتشفه بخيل وبيصليش وكلام ده حكم التمثيله طبعا في النهاية طبعا ده إنسان خالف الشرع وخالف الخلق عدة مخالفات حكمه مكذب نعم نصاب عقاب عند الله عقاب الكاذب والنصاب واللي بيمثل وعقاب عقاب شديد يعني المراء الذي ذو الوجهين كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم